مرحبا مرحبا كيف الحال? ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما 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 بتتقعش حجم ساعاتي اليوم. لانه اخيرا الفيديو هذا من فترة طويلة عم بحاول احضر له. وكل مرة بتأجل بطريقة معين. انه كيف ممكن نستفيد من مجلة كاملة? كيف ممكن نستفيد من كل قطعة فيها كل قصصة فيها? وبرضه فرصة انه من فترة طويلة ما عملت لكم صفحة من كتاب. نعمل فكرة صفحة من كتاب ضمن هذا الفيديو. طبعا كيف ممكن نستفيد من مجلة كاملة? ممكن نستفيد منها بانه نتصفحها بالبداية. بالعادي هذا الاشي اللي انا بعمله. بتطلع على العناوين. شو ممكن استفيد من العناوين? او من الرسومات الموجودة فيها? شو ممكن استفيد من اه اي ديزاين او رسمة موجودة فيها? ممكن اه الايتم ازي هيك اقصهم اشتخدمهم بكلاج بلوحة ديكوباج بلوحة مكس ميديا. حسب اه ببطاقة حسب ايش الفكر خطرت لي. بالعادي بحط ملاحظات او ببلش بعملية القص بشكل مباشر حسب الانه انا خلص بدي امسك المجلة كاملة اشتغل فيها ولا لا? طبعا بمزق اوراق المجلة كاملة بفصلهم عن بعض. بفصلهم الاوراق المجلة كاملين. بس افصلهم زي ما حكت لكم. ممكن اخلي هاد الايتم زي الفطر مشان اقصه. اه اه او اني مثلا اذا في عبارة او جملة عجبتني. اه احطها مشان اه يعني افصلها واستخدمها بعدين باللوحات. شريك بدي اورجيكم انا شو جهزت من هاي المجلة اللي اه وضقتها بشكل كامل. شوفوا هون الصور مثلا ايش الصور اخترت هاي خلفية اه عجبتني الالوان ممكن اعتبرها خلفية سماء يعني في اي لوحة. برضو هون عجبتني. هون مثلا رسوم كرتونية اه خلفية اه خريف. اي شي ممكن انه اه تخطر لكم منه فكرة اه حتى تضموا يعني يتضمن داخل لوحة اه معينة او اه بروجيكت راح تشتغلوا فيه. اه بلشت قصيتهم على جنب خليتهم مع بعض. هاي عندي اول مجموعة اللي هي الرسومات. اريد رجعهم. المجموعة الثانية طبعا هي العنوين. اه هارت اه 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 انسان you heart. c your color اه اي هاو تو بي هابي اي عنوان تلاحظوا قد اكمل العناوين اللي انا لقيتهم بمجلة واحدة. هاي العناوين كلها راح تكون عناوين بالز اكيد في ام المشاريع راح اشتغلها في الكلاش. هون القصصات اللي ضلت من باقي الاوراق. القصصات اللي اصلا لما انا قصيت العناوين والصور اه ضلت من باقي الصفحات. اكيد راح استخدمهم بالمكس ميديا. واكيد راح استخدمهم بلوحات كلاش. اه باقي الاوراق اللي ضلت عندي راح استخدم اه صفحة من كتاب. وطبعا هاي الصفحات احنا بالعادة في عنا سلسلة بالقناة صفحة من كتاب كيف نستخدم صفحة من كتاب. صفحة واحدة بنعمل منها بروجيكت كامل او مشوق كامل. طبعا هون انا بس طويت الصفحة على الوسط زي هيك. تمام? طويتها فقط على الوسط. بعدين بدي اجيب الزوايا او الاطراف المش اه وقت لما نفس الورقة بيكون عندي في اطراف مش مستوية ممكن اشيلها. طبعا برضو باحتفظ فيها كالعادة. اه حاسة لانه من زمان ما صورت فيديوهات طويلة اه بحاجة لانطلاقة جديدة. او اتذكر كيف كنت ادردش معاكم. اه طبعا فقرة ادردش معاكم كانت احلى فقرات لما اسجل اي فيديو جديد. طويتها على الوسط زي ما انتم شايفين. بدي ارجع اطويها بالاتجاه البعد الاتجاه الثاني فصير عندي هيك شكل شوية زي المستطيل. تمام? هلا بس اطويها هيك. بدي اجيب هون الطرف. افتحه زي هيك. بظل نثبت اسبعتي على الوسط. اخلي الخط هيدا يجي مع الخط اللي هون. تمام? تلقائيا المفروض ما تميل معي بالطريقة هاي. تلقائيا المفروض يجي هيك. تمام? اذا طاوي صح المفروض يجي هون. تمام? فانا بتأكد انه الطاوي عندي صحيح وكل شيء صحيح. حتى الثاني يطلع معي صحيح مية بالمية. بعدين برجع اطويها بالطريقة هاي. رح آآ برضه. الجاه الثاني اعملها بنفس الطريقة. لازم الخط يجع الخط بالطريقة هاي. تمام? رح ارجع اتني هيك. هلا صحيح عندي واحدة ثنتين. واحدة ثنتين. تمام? فانا رح اجيب هذا الطرف. على الوسط هون الوسط اللي اصلا اريدي متعلم معي. من الاول ثانية. رح اجيب زاوي هاي. اطويها هيك. على الوسط بالصبط واجيب الثاني واطويها هيك. تمام? لما يصير عندي هون بجيب برضه هذا الزيادة اللي هون. وبطويها بالطريقة هيك. بقلبها. ونفس العملية بكررها على الجهة الثانية. بطوي الاطراف للوسط. بطوي الطرف الثاني للوسط. والزيادة اللي هون بطويها هيك. هلا بصفي عندي هذا المثلث هون. طبعا صار عندي شوية تميلان لازم انزلها لتحت. اكي. هلا المثلث هادة بس بطويه برفعه. اكي برفعه هيك. تمام? وبحطهم بالصندوق اللي موجود هون. هتحكيلوا ايش الشكل اللي صار اكيد. هتطلبوا تارفوا ايش الشكل اللي صار. رح اطلع لكم الشكل. طبعا هو عبارة عن باكس. بس نفتحه بالطريقة هاي. هو عبارة عن باكس. هذا الباكس ممكن استخدمه. اما لمكتبي زي هيك للزوائد اللي بتطلع معي بقصصات. اما اذا في عندي قطعة صغيرة متنا احاب اخليهم فيها لحد ما اكمل اي مشروع ممكن احطهم فيه. انا عم بشتغل. عم بشتغل بمنتجات معينة وحاب اضل جد امي. وانا عم بشتغل بحطهم بالطريقة هاي على المكتب. طبعا الحلو بالباكس هذا انه يعني شيء عادي التدوير. اه انا عم اشتغل من الاوراق المجلة اللي موجودة عندي. ممكن استخدمه بمشروع زي هيك. ممكن اه برضو اه يكون عندي اه اه لا مثلا انا عم بشتغل للمكتب للنفايات الصغيرة اللي عم تطلع. اه بخليهم هيك على المكتب. ولحد ما هاد اما بفضلهم اما بتخلص منها. اه عم بتشتغل بي اه باي اجزاء من الشغل بتها اه سكشن كتير. ممكن افتح اكتر من واحدة فيهم احطها هيك. وتكون موجودة امامي. ابلش اقسم الشغل اه امامي واخطهم فيهم. وكون عندي باقي المجلة كاملة زي ما انت شايفين. على المكتب موجودة. على الطاولة السفرة موجودة. حتى احط في زوائد شو ما كانت اه من بقايا للطعم مثلا. وبعدين كونها الرسالة يعني شي معا تدويرهم ممكن اه تكون اسهل من البلاستيك او احسن من البلاستيك. حتى احط فيها النفايات البسيطة او اي شي اه انا متوفر يعني حابة اه يحكون فيه سكشن عندي احط فيها. اتقع عن هالفكرة اكيد وصلت. بتمنى ان هالفكرة عجبتكم. بتمنى انكم تشتركوا بالقناة. بتمنى انكم بفعل زر الجرس. تخبروا اصدقائكم عن اه مشاريع من هالنوع. عن الدروس اللي عم باطيها بالقناة على الافكار اللي عم بطرحها. حتى اكبر عدد ممكن ان الناس يستفيد. تابعوني لمزيد من الافكار.